توقع تفكر كده النادي الاهلي هيروح سانداونز بعد ما انت شفت المستوى الفني ده الخاص بسانداونز هنا في القاهرة هيعمل ايه صعب المكسب لا مصعب خالص اولا النادي الاهلي بشخصته الكبير بشخصته اللي دايما القوية في القارة وشخصته الكمان اللي دايما بتبحث عن الفوز والبطولات اولا بيخاف من منك الفرق الفرق بتخاف منك ايا كان بقى هي طريقة لعباية عاملة ازاي فرق كبيرة فرق عندها امكانات عالية لأ بتخاف من نادي الاهلي لكن انت هنا بتلاعب فريق اولا مش فريق عنيف مش فريق عنيف فيه فريق اسمه فريق عنيف كده اللي هو ايه ما عندهش غير الضرب والقوة الجثمانية والقوة البدنية فريق بيحب يلعب كورة زي ما قال كابتن مال كده وحب نتكلم حريف بينقلوا كورة خطوطهم لما بيبقوا في الرجليهم الكورة بيفتحوا كلهم وكلهم عندهم واجبات هجومية هنا تقدر انت تستغل للنقطة دي برضو احنا ايه العقل عشان بس نبقى متفقين في فروق في طريقة اللعب ما بين الاهلي وساندونز احنا مختلفين تماما يعني احنا ما بنتلعش بالكورة وبنلعب من رجل الرجل بنفس الطريقة كده اللي بيشتغل بها ساندونز واضع مختلف احنا عندنا طريقة لعب مختلفة وان كان تبقى لو اخطف وجري يعني رأيه في الماتش اللي جاي ده اخطف هدف وبتدي اتعامل عليه بالاساس ده لانك بتلعب فريق قوي هتلعب يعني بيلعبك هو دايما وقت الظهر كده او وقت العصر كده تبقى الشمس هناك بترهيقك هو واخد على الجو العام في الشغل ده هو واخد عليه وبالتالي الامور الخاصة به الماتش ده محتاج details وحاجات صغيرة جدا تقدر تكسبك الماتش لو انت اشتغلت عليها صحة اعتقد الراجل طبعا هيكون قاري الماتش من خلال الفرقة هنا لما شافها وفي نفس الوقت امكانياتهم وطريقة اللعب لان طريقة اللعب مش هتختلف كتير عن اللي كانت هنا ممكن تبقى اشرص شوية ولكن تقدر تستغلها من خلال طريقة لعبك وامكانات العيبتك وصرعات العيبتك وفكر او تريكة ممكن انت بتعملها سواء بقى في لما بتاخدوا الكورة وبقى في التحول من الدفاع للهجوم او من خلال ضربة روكنية كورة سابتة حاجات كتير تقدر تستغلها في الماتش القادم امام صندوز لكن ما قبل ذلك فانت عندك مباراة امام المقالون العرب البعض قال لأ طب ممكن نلعب بالصف التاني او اللعبين اللي ممكن محتاجين فرصة هنا النادي الاهلي طبعا الموضوع صعب لو حد كان بيفكر بالنقطة بالشكل ده لأ الموضوع بالنسبة لنا دي انه هو بيقترب من بطولة الدوري متصدر على فرق قوية متصدر على على بيراميز على فيوتشر على ناتز مالك اللي بيبتعد في الوقت الحالي عن المنافسة وهنا يهموا انه يكسب في كل مباراة خصوصا الماتش الأخير كان فيه تعادل امام الدخلية مكسب مهم فاعتقد المخاطرة كتبقى صعبة جدا او لو بيفكروا الناس بالشكل كده اعتقد الراجل كولر مش هيفكر ابدا بالطريقة دي وهيكون ماتش عادي خصوصا يعني انه كان فيه امل كبير جدا من دارة النادي الاهلي ان يبقى فيه تأجيل للمباراة دي خصوصا ان فيه سفر طويل لجنوب افريقيا ثم مباراة صعبة وقوية امام سانداونز ده ما حصلش فبالتالي المباراة هتكون مهمة للنادي الاهلي هيلعب اكيد بكل القوة اللي عنده امام المقاولون العرب الفريق يمكن اللي احنا السنة دي برضو مع كبت انشاءه غريب عامل مباراة رائعة وموجوده في المركز السادس برصيد 32 نقطة يعني هنشوف طبعا استعداد النادي الاهلي لماتش سانداونز من خلال الفترة القادمة وبقول لكم كده مباراة المقاولون العرب عندي بعض الاخبار اللي مفروض يعني مرتبطة بالاهلي مرتبطة بالزمالك واستعداده برضو لمباراة الترجي يوم الثلاث القادم مانا لهم التوفيق ان شاء الله نجد زمالك مباراة صعبة ومباراة مهمة بالنسباله موسيقى